إلى أحمد في اسطنبول أحمد نتابع معك تفاصيل هذه الزيارة ما الهدف منها لسيما أنها تتزامن أيضاً مع هذه المحادثات التي تنطلق في المغرب وأيضاً استناف المحادثات العسكرية غداً في جناف بالفعل جمال هذه الزيارة لها أهمية خاصة خاصة أن فايز السراج هي الزيارة الأولى له بعد إعلان بدء إمكانية بدء المباحثات بين الفرقاء الليبيين وقبيل بدء هذه المباحثات يأتي إلى اسطنبول في زيارة مفاجئة هذا الاجتماع كان اجتماع مغلق أمام وسائل الإعلام لم ينتهي بعد لم يعلن عن انتهائه ولم يعلن عن وجود مؤتمر صحف مشترك بين الرئيسين عقباء الاجتماع لكن في العموم جمال هذا الاجتماع ربما على أجندته هو هذه المباحثات بين الفرقاء الليبيين وماذا سيحصل خلال هذه المحادثات وربما إعادة تقييم الموقف الليبي التركي المشترك سيما أن تركيا تعتبر نفسها بأن حينما دخلت على خط الأزمة الليبية غيرت موازين ومعادلة القوى الموجودة على الأرض وأيضا قامت بإبعاد قوات حفتر عن العاصمة طرابلس فبالتالي تعتبر أن لديها حضور قوي على الأزمة الليبية أو في الملف الليبي فبالتالي ربما هو إعادة مناقشة الموقف المشترك أيضا ربما هناك ملفات أخرى كما تعلم بأن فيستراج أعلن نهاية الشهر الماضي بأنه يعتزم زيارة باريس تربية لدعوة الرئيس الفرنسي والعلاقة الآن بين تركيا وفرنسا متوترة جراء الملف الليبي فبالتالي ربما إعادة أو بحث تقييم هكذا ملفات وأيضا من ضمنها في الأسابيع الأخيرة كان هناك زيارة لوزير الداخلية الليبي فتح بشغة وكتمت إقالة فتح بشغة وهو متواجد في تركيا ربما إعادة تقييم وجهات النظر ربما هناك تباين في وجهات النظر بين أنقرة وترابرس ربما إعادة بحث هذه وجهات النظر حول ما يجري على الأرض الليبية فبالتالي ربما هذه الزيارة تحمل أهمية خاصة كما قلت قبل لأنها تتزامن قبيل بدء المباحثات الليبية بين الفرقاء الليبيين نعم أحمد غنام من اسطنبول